أعلنت وزارة البيئة في حكومة الاحتلال إرجاء إنتاج الغاز من حقل لوثيان الذي سيصدر الغاز الطبيعي للأردن وقالت شركتان أوبن انيرجي وديليكا المعنيتان بالإنتاج من الحقل إنهما تعملان مع الوزارة لبدء إنتاج الحقل في غضون أيام قليلة وكان من المفترض أن يبدأ حقل لوثيان العمليات اليوم إلا أن الوزارة التي تراقب الانبعاثات من المشروع قالت إنها بحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من شركات الطاقة التي تدير الحقل